الخطوات المبهجة او المضحكة. احمد يتكلم عن الابليكيشن. النهاردة ان شاء الله هنعمل سريع عن الابليكيشن للربح من الانترنت. وهل فعل الابليكيشن بتكسب منه فلوس? ولا لأ هنتكلم عن الفيديو في مراجعة الابليكيشن. ولكن قبل ما ندخل في تفاصيل الفيديو نتعمق اكتر يا صاحب. مهم جدا ان انت تصلي عناه في كل مدات. تشترك معاه في القناة. اتفاع جرس لبقى طلقت الفيديو. واخيرا لنعي دعوة لاخواتنا واهلنا في فلسطين ان ربنا يا ربي ولسرهم. والوامين يا جدا عنك. دلوقتي تعالى نروح نشوف تطبيق المشي اللي معنا. زي ما هو قدامك كده ادنيه وجهة الابليكيشن تمام? بيبدأ ان هو يقول لك استمح لنا يعني ان هو يفض الخطوات ان انت لما تمشي يعني يعني يقسم لك. فبتقول له تمام سمع? بيبدأ ان هو يعرفك ازاي ان انت تكسب. فبتدوس على كلمة المشي بيبدأ ان هو يديك هدايا ويقول لك طالب بالهدايا دية الفينوس والدقى بالجلد دوت. فبتدوس مطالبة ما فيش اي مشكلة. بيبدأ الرسيل ده يضاف لحسابك فوق زي ما هو قدامك كده. تمام? ولو دست على احصل على مكافأة بيبدأ ان هو يقول لك ادخل وتفرج على من اليوهات. تمام? عندك حاجات تكسب منها. ان انت تمشي اول حاجة. تاني حاجة ان انت تدوس على كلمة لعبة اللي انت حتى عندك العاب كتير تقدر تدخل وتلعم وتجمع كوين وتجمع فلوس. تمام? لو رجعنا للواجهة الرسيلة كده هتلاقي فوق جنب البندة اللي قدامك دوت. في دولارات خضرة وفي اه الجلد الدعم لوت. لو دست مسلا على الجلد حيبدأ ان هو يقول لك ادخل التفرج على الانات. لو دست على الدولارات القادرة او الفلوس برضو نفس الموضوع. انت كده او كده بتمدأ ان انت تسحم بقى الفلوس دي انت بتسحم الفلوس او خيار السعب بيوتاحك او بيكتاح لك بعد تقريبا اه خمسة وتلاتين. ولكن هل هتسحم? هل اللعمة بعد ما توصل للليبل خمسة وتلاتين او توصل المية حتى? هل اللعمة هتسحم? وسائل السعب المفروض ان هي فيزا وبيبال وفي وسيلة تالتة بس مش فاكرة. المهم تلاتة وسائل دول تقدر تسحب من خلال الفلوس ايا كان بيبال فيزا. ولكن زي ما اقولت هل الفلوس هتوصلك او هتسحب معك? لا يا صاحبي. لان الابليكيشن اشتغالة. زي ما اقولت في البرامج اللي فاتت. وفي البرامج اللي عتيجي. اي امليكيشن بيديك فلوس كبيرة في وقت قصير او من غير ان تعمل اي حاجة اعرف ان هو امليكيشن للصوب. حتى لو دخلت تفرجت على خمس من فيديوهات لقابل عشرة دلار او خمسة دلار او دلار واحد فده اعرف ان هو اشتغالة او مش هيتفع لك الفلوس ديات لانه ببساطة بيطمعك او بيخليك تدخل تتفرج على فيديوهات عشان تاخد فلوس كتيرة زي ما هو بيقولك. ولكن للاسف الفلوس دي بتبقى موجودة بس في الابليكيشن ومش من تسحبها ومش من تفضلها في تجمع منها لو دلار واحد احسن لك من ان انت تضيع دي او واحدة في البرنامج دوت او اي برنامج مشابه ان شاء الله باذن الله اي برنامج بيتطلب مني احنا بيعمل او مراجعة وبنقول للناس هالا امليكيشن ده كويس او ان هو اه مش كويس مش مش تشتغل عليه وكده. الابليكيشن دوت بلاش تشتغل عليه لان هو عبارة عن اشتغالها صحبية. يحمن بقى ما تجيب موضوع ديت كفاية احنا عايزنا حاجة نين منها فلوس ونشتغل عليها ويهو يهو يهو. انا وعدت في فيديو سابق ان انا اخلص جيش بس وطفضة ودماغي تمضى حب ان انا اعمل لك بلاي لست ازاي ان انت تتعلم حاجة على الوطنة شغلانة تشتغلها وتجمع منها فلوس. ايه هي الشغلات ديت? انا معرفش ممكن تكون تسويق ممكن تكون اه منتاج اه لتتوشوب اه برمجة اي حاجة احنتعلمها وهتعلمها انا معاك شخصيا. وحنعمل كل يوم مسلا بين يوليها ان انا تعلمت ايه وانت تعلمت ايه وانت تابع مع بعض لحد ما نجيب فلوس منها. الكلام دوت هيكون في مدة زمانية دي انا معرفش برضو ولكن هحاول واحنا نضغطها يعني ايه? يعني نضغط لابسينا في التعليم في الشغل وكل واحد عنده حاجة اوصل لحاجة يقولها في الكومنتات وان شاء الله ده اخلص بس جيش. قضل قد دي قضل بس شقر واحد وننتهن الموضوع دوت. وابدأ بقى اتفرر ليوتيوب. للشغل على يوتيوب. وافضلكوا يا جدانة والله. بس كده انت لو عندك اي سيبه في الكومنتات اي حاجة سيبه في الكومنتات اتكلم عليها ان شاء الله في الفترة ارجع. واشوفك في فيديو افتحان. سلامة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة